كشف النائب أحمد عبدالله جبوري أبو مازن عن هوية من عرقل وصوله لمنصب محافظة صلاح الدين بعد الانتخابات المحرية الأخيرة جبوري أكد أن أهل الحق مع رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طلباني وعدد من القيادات السنية ضغطوا وهددوا رئيس الجمهورية كي ينتنى عن توقع أمر تنصيبه محافظة لصلاح الدين قائلين للرئيس إذا وقعت المرسوم ستنسى أنك ستستمر رئيسا للجمهورية وأشار إلى أن طلباني هدد رئيس الجمهورية بإقالته من منصبه إذا صادق على تعينه محافظة لصلاح الدين وأن الرئيس عبداللطيف رشيد أبلغه بأنه محرج ولا يستطيع الموافقة على تنصيبه وضف أن المستشارين الإيرانيين حضروا وكانوا شهودا على تشكيل حكومة صلاح الدين